اشتركوا في القناة الى الاسبوع الثامن والعشرين للكشف عن سكر الحمل أثناء فترة الحمل طبعا كيف يقوم به هذا الطبيب؟ طبعا يقوم الطبيب المتخصص في الفحصات الطبية مثل طبيب النساء والتوليد أو الممرضة بهذا التحليل في هذه الفترة بين الاسبوع السادس والعشرين والثامن والعشرين سيخبرك الطبيب عن نوعية الأطعمة التي تتناولينها قبل الاختبار بعدة أيام وبعد ذلك لا يمكنك تناول أي طعام أو شراب أو أي شيء غير رشفات قليلة من الماء لمدة 14 ساعة قبل الاختبار ويتم يعني سحب عينة من الدم لتحليل سكر المتواجد في الجسم وهو سكر الصائم وبعد ذلك يعني ستتناولين لبن أو أي شراب محلي ويتم بعد ذلك بتحليل الدم كل ثلاث ساعات لمعرفة نسبة السكر المتواجدة في الدم لمعرفة المواد المتواجدة في الدم كي يعني تخرج النتيجة الكاملة ومعرفة هل أنت مصابة في سكر الحمل أو لا إلى هنا انتهى الدرس كان معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم شكرا